السلام الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما تنتمنى لحبابي يلقاكم هذا الفيديو وانتما في أحسن الأحوال إن شاء الله تكونوا وسط رمضان بالخير والرباح وكل حاجة تمنيتها يارب يحقق لكم جعل أماني والدعوة ديالكم تسخر لكم من حيث تحتسبون ومن حيث لا تحتسبون الناس اللي عندهم الوليدات اللي يحفظهم لهم وينجيهم من كل أفات ياربي يسخر لكم جنود الأرض والسماء يكونوا لكم معون ومعين في هذه الأيام اللي بقات في شهر رمضان وتنتمنى لكم عيد مبارك الناس اللي غاد يعيدوا قبل من المغرب تنتمنى لهم عيد سعيد وتنتمنى لاربي يفرحكم ويعطيكم سؤلكم في كل الأمور إذن سمحوا لي لا طولت طولت عليكم ولكن تستحقوا مني الدعاء وتستحقوا مني أنني نشكركم على الدعم ديالكم ونشكركم على التواصل مع شفية المغربية ولكن اليوم جيت وجبت لكم وصفة خاصة بالناس اللي عندهم التعسير كين الناس اللي عندهم التعسير تعسير في الزواج تعسير في العمل تعسير في البيت في العتبة ما تدخلهاش الرزق ما تدخلش طاقة إيجابية للبيت دائماً عندنا خصامات وعندنا مشاكل وعندنا اضطرابات في البيت ولكن كيفاش غالي نحصل على طاقة إيجابية في البيت عندي طاقة نورانية تنشغلها القرآن الكريم صورة البقرة دائماً تتشتغل عندي دائماً القرآن تنقراه ودائماً تنخرج لأوراة ديالي علاش هالطاقة ما بغش تحيد إذن إما عندي تابعة موروطة وإما عندي نحس عندي شخص معين تابعني في أولادني كين الناس اللي متبوعين في الأولاد ديالهم كين الناس اللي متبوعين في الرزق ديالهم في الجرية ديالهم كين الناس اللي متبوعين على الأدب ديالهم والاحترام ديالهم كين الناس اللي متبوعين على الزين ديالهم كين الناس اللي متبوعين في مالهم وفي اولادهم في الزوج ديالهم وحتى الى انت انسانة طيبة تيتبعوك حتى لعى الطيبوبة ديالك. اذا التابعة هي هو الموضوع ديالنا ديالليوم. تابعة من الجن والانس. الجن تيتبعك اه تاوتي حسد تاوتي تبعك على الولاد الى كانوا طيبين ولا عندك دائما واحد البركة في البيت ولكن اه متتدخليش اه واحد طاقة الحمد انك دائما تتجري من الولاد الضجري من الرزق الضجري كان الناس كان الناس اللي يبقاو انهم يضجروا من اي حاجة ولكن دائما طاقة الحمد نخدموها باش ربي يبارك لنا في ذاك الرزق ويبارك لنا ويبعد عنا شرش شياطين الانس والجن ولكن كي باش غني ندخل البركة ونحيي التابعة ونحيي التوابع اذا الوصفة ديالنا ديالليوم هي طلبتها واحد الاخت على انها متتقدرش دير الوصفات ديال التابعة او انها متتقدرش دير الوصفات وما تينجحوش مع الوصفات اذا معنا اليوم الوصفة خاصة بالتابعة كينا اخت اخرى قيت لك تابعة البولوتة وخلق ام ديالي ماتت قدر يتحييي ديها ولكن اه تابعة ان شاء الله نحط واحد فيديو تيفوت رمدان ونحطو كيفاش نقطعوه التابعة ونحيدوها اه وكيفاش اننا ندير واحد طاقة قوى من هادي باش انني نحيدها في مرة على نية انني انطردها من حياتي ونحاول انني نكون ايجابية اذا اليوم معنا عنا حجرة تيمومة الليالصالة اللي تنتيموا بها وعدنا صرغينا صرغينا عواد وعدنا الماء يكون ماء الشتاء او يكون ماء البير او يكون ماء البحر او يكون ماء ديال روبيني عندنا مسك الابيض او مسك طهرة او عندك مسك الاسود كل شي بحال بحال لانه طاقة الايجابية غادي نحطوه هي رائعة اللي غادي نديروها على نية تطهير البدن من النواحس المرأة اللي عنده تعسير الانجاب تديرها الناس اللي عندهم تعسير العمل تيمشون العمل ومتيقدروش يخدموه عندهم السحر التمريض او السحر من المس اللي تلمسني تيدير اه تيدير الم في الركب تيدير الم في الرجلين ما يخليكش توقفي على حيلك دائما مريضة ودائما متعبة اذا بغينا اليوم نحطوه هاد الوسفى على اه باش تساعد الناس على اه انكم تزيدوا القدام وما تبقاوش واقفين في بلاستكم اذا غادي ناخد صرغينا هي صرغينا اسمها اه تصرغينت او بخور السودان تاخدوا هادي اللي خام ما مملوناش تاخدوا هادي خام اتاخدوا معكم اه عندكم هاد اسمتون نوا ديال طمر اتاخدوا نوا سبع حبات ديال النوا النوا هو رائع للتسخير الامور اه غادي نقول انني ندير النوا هو كي النوا هنا اذا انتم اخدوا سبع اه نوا ديال الطمر وعدنا المسك الابيض عدنا هاد الحجرة ديال اه ديال تيمم اللي غادي ان شاء الله بحول الله وقوته غادي ناخدها على اساس انها اه اه نتبرك منها اه في الطوقوس المغربية رائعة تيخدموا بها البنيات اللي بغين تزوجوا البنيات اللي معطنين عن اه العمل البنيات اللي متعسرين متعسرين لهم حياتهم تيديروها على النية النية اما طاقة اليوم هي طاقة رحمانية طاقة اللي غادي تديروها وخما تكونيش اه مضية عندك العادة تقدر تديرها ولكن بدون قراءة ما غاديش تقرأ عليها ما غادي ريوالو شرط واحد انك تخرجي الماء الى خارج خارج البيت تلوحيه في مكان بعيد عليك اما بتراب واما تحت الشجرة واما مهم تحيديه من البيت اذا اه غادي ناخدو سرغينا غادي ناخدو واحد العدد معين ديل سرغينا العواد كيدي الناس اللي غايقول لك عدنا سرغينا مطحونة تقدروا تديروها تقدروا تديرو الى ما عندكم سرغينا هادي خام ما مصبوغاش غادي تاخدو المصبوغة على نياتكم ترزقون اذا غادي ناخد هالتيمومة وغادي نحطها في الماء هاد الماء بحالكة غادي ناخد هالتيمومة وغادي بحاول الله وقواته نوضع فيها تسرغينت هندير اما حفنة واما نحسب تسع اعواد ديل سرغينا اذا غادي ناندير ديدون عدد غادي نحاول انني نحاول ان شاء الله بحاول الله وقواته نحاول نقربها لكم باش تشوفوها زيان غادي ناخدها بحالكة وغادي ندير المسك الابيض غادي ندير المسك الابيض بحالكة ندير بعض القطرات هذه غادي نطلعها لسطح البيت تنجم غادي ننجمها في نجوم الاخير ديل شهر رمضان او انك تقدري تديرها بدون رمضان ولكن طاقة تواخر شهر رمضان هي فيها خير وبركة فيها طاقة ايجابية فيها ان شاء الله غادي نحاول لكم بزاف البيبان غادي الناس اللي مضين الناس اللي مضين يقدروا يقرأوا سورة الرحمن ويجمعوا هدك الماء ويلوحوه تحت الشجارة الناس اللي عندها العادة وما بغيش تقرأ غادي تقول بسم الله توكلت على الله وغادي تدير هاد طريقة وغادي تطلعها لسطح البيت تنجم اما الناس اللي مضين قيين غادي تحاولي ان شاء الله تقرأ لها سورة الرحمن اللي طرد العوارد وآية الكرسي سبع مرات وغادي بحول الله وقوته غادي تقرأوا سورة الشرح سبع مرات وغادي تطلعها لسطح البيت ولكن الدخل الوعاء الى الغرفة ديالك كل يقرأ عليها وكل ما قرأش عليها الناس اللي قرأوا عليها يجمعوا الماء ويلوحوه في مكان عاشب أما الناس ما قرأوش عليها غادي تحاولي انك تلوحيها في تراب أو تلوحيها في مكان عاشب أو تلوحيها في أي مكان ولكن ما يتخطوش الأقدام لانك انت حيتي التوابع ديالك وحيتي المانع ديالك غادي تبيتيها ليلة كاملة في سطح البيت والصباح رباح غادي تدخلها تحيدي هاد الأعواد اللي غادي تتبخري بهم أما الماء وتحيدي هاد تيموما والماء اللي باتت في سرغينا هو اللي غادي تعمي به بلا صابون بلا تشحجة هتخويه على رأسك من الفوق بارد بتزيدي فيه لس ما سخون ينسلي مراد يقدره يضيفه الماء دافي فقط يكون فاتر فاتر وغادي تخويه من رأسك حتى الرجلك وغادي تلبسي الملابس ما تنشفيش الجسد ديالك مزيان وتلبسي تلبسي البيجامة ديالك وتحاولي أنك ترتاحي أو تسبحي الناس اللي باغين يسبحوا باش تحيدوا العوارد كي عندك العادة كي ما عندكش العادة كي نقيا كي ما نقياش غادي تسبحي بهات السبحة اللي غادي نعبكم غادي تسبحي بهات السبحة التقدي المسبحة وغادي تقرأي هات التسبح هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم حتى تتعومي وغادي إن شاء الله بحول الله سبحي 71 مرة هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم خدوا ورقة وقلم وكتبوا هذا التسبح وغادي تصبحوا بهذه الآية ولو تكون فيك العادة تصبحي بها وغادي إن شاء الله تصلي على سيد الخلق على سيد الخلق 71 مرة وغادي تختمي بالبسمة للشريفة بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم 71 مرة وغادي تقري الحاجة ديالك على نية ديال هدك الشي اللي حطيتيه في دماغك كنتي غا ترشي بها البيت بدون متعومي أو الماء اللي تأخذي منه شوية وترشي به البيت بالكامل وترشي العتبة على طرد التابعة من البيت أما سرغينا تبخري بها في أي وقت بغيتي هذوك الأعواد ديري الفحم تخليهم حتي نشوفه في الضل وغادي تحاولي أنك تبخري من يكونوا الأولاد مجموعين أو يكونوا أخوتك مجموعين أو يكونوا عائلتك مجموعين تحطي واحد الفحم في المبخرة وتبخري البيت بالكامل باشطر دي الموانع بخصوصا الغرفة دي الشخص اللي دارها على نية أنه يجلب العمل أو يجلب زواج أو يطرد تابعة من حياته اللي متعسر عليه بزرد الحويج اللي متعسر عليه بزرد الحويج هتحاولي تديرها على النية هذو الوصفة قدروا تديرها مرة في الشهر أو مرتين في الشهر ثم بالخطيار في أي وقت بغيته في أي نهار بغيته الوقت ما عندهاش والتبخير ما عندهش وقت إذن تنتمنى إلي عجبون فيديو خلونا لايك دعموا القناة فعلوا الجرس تابنوا بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته